هي عملية ارتقاء نحو الله معانيها كثيرة تلخصها شعائر الحج في وقت واحد هو عرض لقصة الخلق والتاريخ والوحدة وعقيدة الإسلام من أقاصي الأرض من مشرقها ومغربها يشد المسلمون الرحال إلى البيت العتيق في كل عام هنا تتجدد الصلة بأقدم معبد للتوحيد في الأرض إنها الوحدانية للخالق إذ يستجيب الناس من فجاج الأرض للنداء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وتستمر التلبية كالبنيان المرصوص كلهم سواسية لا فرق في ضيافة الرحبان بين حاج وآخر الكل يتواضع ويخشع لأنه سيلقى الله ففي بيته الحرام تذوب كل الفوارق ويستلهم بعض معاني الآية الكريمة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في حركاتهم وسكناتهم كلها يتجلى الرابط الإيماني المتين وفيما يلبسون وهم يطوفون ويسعون ويزدلفون وفي عرفات يجتمعون وقد كانوا شعوبا وقبائل تلك هي البقاع المقدسة وقد جمعت من أقطار الأرض ما تيسر يؤدون المناسك ويتعارفون ويتشاركون هموم الأمة ويتدارسون لعل بلقائهم ذاك يلتائم شملها المشتد في لقياهم بمشارب شتى رغم اختلافهم تتجسد فرص الوحدة هناك ومع كل عام تتجدد في اجتماع عالمي لمعشر المسلمين أيا تكون المذاهب هو عرض لعقيدة الإسلام أبطاله مسلمون يحيطون بالكعبة كتلة واحدة هوية واحدة تؤلف الأمة هنا تهوي إليه الأفئدة فيقضي الحجاج المناسك في رحلة العمر لمن استطاع إليه سبيله